السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث في رقائنا اليوم ان شاء الله عن اه افابوريشن اوف ليكويدز شابتر سيفن بوينت وان زيرو افابوريشن ما هو البخر بنقول عنه is the process by which molecules escape from the liquid phase to the gas phase يعني هو هروب الجزائيات من الحالة السائلة الى الحالة البخاري وهذا ممكن يتم في ال open container at room temperature وكثير احنا بنترك آنية فيها ووتر ونلاقي بعد فترة انه لم يبقى فيها شيء وهذا كله نتيجة انها المادة اتبخرت الموجودة او الماء اه ممكن طبعا نشرح عملية الابوريشن عن طريق الكاينتك منوكولار في الاستثمانت رقم 4 للنظرية، وهو بتكلم عن الكاينتك بتكلم عن الكاينتك انرضيك 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 ان opportunities وذيرت موكولار في الاستثمانت انرجي. يعني ليس كل الجزائل الموجودة في السائل الى نفس الكائنة انرجي. في بعضها بتكون الكائنة انرجي تاعتها اه اه اذا بعضها بيكون عالي في الكائنة انرجي وبعضها بيكون اه بلو اه كاينات افاورج كينتك انرجي. اذا ابو افاورج كينتك انرجي. اذا كانت العالية والابو افاورج كينتك انرجي عالية معناه هيكون هناك في كوليجينز بين موليكولز. هيكون في كوليجينس بين موليكولز. وهذه economists ستكون التصادم بين ها وبين الكوليجينز مع بعض الجزائيات المجاورة وهذا سيزود طبعا حركة الجزائيات وبالتالي تتجه الى السطح لما تتجه الى السطح نلاحظ انه العملية البخر هي عملية سطحية او ظاهرة سطحية لذلك ان الجزائيات لما تتجه الى السطح لما تكون محاطة بشكل كامل بجزائيات السائل الاخرى وبالتالي تكون اكثر حرية من ان تطلق من قوة جاذبية هذا السائل وبالتالي تحصل عملية البخر تحصل عملية البخر الان نشوف العلاقة هي معدل معدل البخر مع درجة الحرارة الان لو جبنا يعني كونتينر هوت وجبنا كونتينر يكون كولد بنلاقي الكنتينر الهوت بنلاقي انه عمليات البخر بتكون فيه اسرع من الكولد الكولد لانه لانه كانت تجه الجزائيات تكون عالية وبالتالي بتتغلب على قوة التجادب مع الجزائيات المجاورة الها تتغلب عن مع الجزائيات المجاورة الها وبالتالي ممكن انها تنطلق وتهرب من سطح هذا السائل اثناء عملية البخر بنلاقي فيه يعني اثناء عملية البخر الطريقتين الاولانية بنلاقي انه تقل كمية السائل والملاحظة الثانية بنلاقي انه temperature is lowered تقل درجة الحرارة طبعا كمية السائل في الكنتينر المفتوح في الوعاء المفتوح الopen كونتينر الجزائيات تتبخر وتنطلق الى الفضاء وبالتالي تقل كمية السائل تدريجيا وفي نفس الوقت درجة الحرارة بتنخفض نتيجة انه هذه الجزائيات عالية الطاقة تبخرت وظلت الجزائيات الاقل منها في الطاقة وبالتالي هذه الجزائيات العالية الطاقة امتصت الطاقة وحصلها scaping of the service والبقية وحصلت تركت خلفها اللي هو البرودة الموجودة وهذا كثير ما ممكن انت تلاحظه انه يعني حط على يعني ايدك مثلا مادة متطايرة ثم بعد فترة بتشعر انه الايد صارها ايش برودة في ايده نتيجة انه هذه المادة اخذت درجة الحرارة وانطلقت وانخفضت درجة حرارة الايد او الجسم وهذا بيحصل اثناء التعرق للانسان طيب طبعا المادة المتبخرة هي مادة غازية صارت لكن نحن لا نطلق عليها المادة الغازية لكن بنستبدل هذا الكلام بفابر rather than غاز يعني ما بنقول عنه غاز بنقول عنه غاز اذا الفابر is a gaz that exist at a temperature and a pressure at which it ordinary would be through off as a liquid or solid اذا هو غاز عند درجة حرارة و ضغط معين كما لو كان السائل او الصلد الآن بنا نتكلم عن الـ vapor brush of liquids الـ vapor brush of liquids الآن السلوك البخاري للسوائل في closed container باختلف عنه عن open container باختلف عنه في open container يعني في open container الآن عندما يحصل البخر تبقى عملية البخر مستمرة حتى يتم بخر جميع السائل الموجود لكن في closed container بتبدأ عملية البخر بتبدأ عملية البخر شيئا فشيئا تزداد وليس لها مكان انها تهرب منه وبالتالي تبقى داخل الاناء فتتكون اللي هي الجزئات البخار زي هنا مثلا هاي liquid هاي الجزئات البخار مع الوقت لاحظ انه الان هيقل الـ liquid وتزداد اللي هو جزئات المادة المتبخرة جزئات المادة المتبخرة لما نيصل الى حالة steady state الى الحالة الثبات وهذا من يسميه حالة الكوليبريم بمعنى انه هناك فيه اتزان بين عدد الجزئات المتبخرة وعدد الجزئات اللي بحصلها يعني عدد الجزئات اللي بحصلها وعدد الجزئات اللي بحصلها condensation اذا حيضل عدد الجزئات الموجود هنا هو عدد ثابت عشان بنقول constant liquid level يعني الـ level هنا خلاص بتغيرش بيصل الى حد معين يعني هنا مثلا كان كبير وكان عدد جزئات جليل زادت عدد جزئات المتبخرة نقص السائل زادت عدد جزئات المؤخرة ونقص السائل لحد محدد وبعد ذلك يبقى ثابت هذا المستوى من اللي هو liquid وتبقى عدد الجزئات ثابت عشان هيك بنقول احنا وصلنا الى steady state وصلنا الى steady state اللي هو حالة الثبات إذن هذه steady state situation which will continue as long as the temperature of the system remains constant إذن مثل physical equilibrium وصلنا على حالة الاتزان الفيزيائي إذن ما هي حالة الاتزان equilibrium بنقول هي حالة الاتزان هي عبارة عن الكندنسيشن in which two opposite processes take place at the same rate is a condensation أو is a condition عفوا in which two opposite processes يعني العملية الـ evaporation وعملية الكندنسيشن بيحصلوا بنفس المعدل at the same rate يحصلوا في نفس المعدل at the same rate عدد جزيائيات المتبخرة بيساوي عدد الجزيائيات المتكثفة عشان هيك بنقول وصلنا إلى حالة الثبات أو وصلنا إلى حالة الاتزان هذه الحالة صار معدل البخر بيساوي معدل التكثيف داخل الإناء المغلق داخل الإناء المغلق طبعا الجزيائيات اللي هان هذه الجزيائيات المتبخرة بيكون إلها ضغط بخاري. فيبر براشر بتضغط على الجدار. وبتضغط على سطح السائل. وبتضغط على بعضها البعض نتيجة التصادم. إذن الفيبر براشر الفيبر براشر المبدول بواسطة مثلا هذا الغاز بنقول ده فيبر براشر اكزيرت باي فيبر أبوف ليكويد وين ذا ليكويد أند فيبر ار ان اكوليبريام وذي اتش اثر إذن الضغط البخاري لهذا السائل هو الضغط المبدول من هذا البخار فوق سطح السائل عندما يكون السائل والبخار في حالة اتزان مع بعضهم البعض في هذه الحالة طبعا سنلاقي فيه مواد لها فيبر براشر عاري ومواد لها فيبر براشر منخفض هذا بيعتمد على طبيعة المادة وبيختبط على درجة الحرارة إذن ده ماجنيتيود ماجنيتيود اف فيبر براشر ديبنز موليكولز بكون ايش الو لور فيبر براشر than the liquids that have weak attractive forces between بارتيكولز يعني لو لاحظ انه عنا سائلين احد السائلين قوة التجاذب بين جزائاته عالية والاخر قوة التجاذب بين جزائاته منخفضة بين جزائاته منخفضة اذا السائل الاول اللي قوة التجاذب بين جزائاته عالية معناه بيكون low vapor brusher الفيبر براشر بيكون منخفض وبتكون البويلينج بوينتاعته عالية اما اللور براشر اللور فيبر براشر القوة الاتلكتف فورسز بتوين بارتيكولز بتاعته بتكون ضعيفة وبكون الفيبر براشر بتاعه عالي والبويلينج بتاعته بويلينج بوينتاعته واطي عشان هيكد هذه المواد الاخيرة احنا بنسميها volatile substance اذا ال volatile substance هي ايش تعريفها بنقول volatile substance هي عبارة عن substance that readily evaporates at room temperature because of high vapor brusher اذا ال volatile substance اللي هي المواد المتطايرة بتكون هي عبارة عن مواد تلقائية تتبخر عن درجة حرارة الغرفة بسبب انه لها high vapor brusher امثل على ذلك الجزولين بتلاقيه في درجة حرارة الغرفة بتبخر اه الكيروسين الاسيتون الالكوحل اه اللي طبعا زي الاتنون والمي ثانون بتلاقي عن درجة حرارة للغرفة ممكن يتبخر ليش لانه البيبر براشر بتاعه عالي وبالثالي الويلينج بوينج بتاعه تواطي فبيتبخر عن درجة حرارة الغرفة. احنا الان حنيجي ندرس البيبر براشر للووتر كمثال ونشوف قدير بتغير البيبر براشر مع درجة حرارة. مثلا درجة الحرارة للماء مثلا عند صفر بنلاقي البيبر براشر عنده فور بوينت سيكس مليمتر ملكري. رفعناها مثلا خمس وعشرين لقناها ثلاثة عشرين وتمانية عشرة. رفعناها لاربعين وصارت خمس وخمسين تلاتة من عشرة. رفعناها لخمسين صارت اتنين وتسعين وخمس ونص. رفعناها لمية صارت البيبر براشر تاعته سبعمية وستين درجة مائية اللي هي درجة الغليان. اذا الان لما رفعت درجة الحرارة إلى مية درجة مائية معناه انه الضغط البخاري وصل الى سبعمية وستين مليمتر ملكري. اذا كل ما بزيد. بترفع درجة الحرارة بزيد الضغط البخاري. بزيد الضغط البخاري. كل ما رفع درجة الحرارة كلما زاد الضغط البخاري للمادة. عشان هيكل بنقول. البوينينج بوينت. طب في فرق معناه بين البوينينج وما بين البوينينج بوينت. صحيح. هو الفرق هذا موجود. طب ما احنا قلنا انه الموليكولز بتميل انها تحصل لها اسكيبينج فرم اليكو دستيت. يعني بتهرب من سطح او من الحالة السائلة وعن طريق السطح وبتتحول الى حالة البخارية. اذا ما هو الغليان? ما هو الغليان? اذا الغليان بشكل بسيط جدا. بنقول هو عبارة عن شكل من اشكال البخار. اه حيث يتحول تتحول المادة السائلة من الحالة السائلة الى الحالة البخارية. بتحصل هذا عملية داخل جسم السائل نفسه. وبصورة البابلز فورميشن. بصورة فقعات. بتصير صورة ايش? فقعات اه بتحصل. اذا هذه العملية سمناها ايش? البوينينج. سمناها البوينينج. اذا اي عملية البوينينج هتلاقي بيحصل داخل الجسم السائل بحصل فقعات تنتقل من اسوال الى اعلى حتى تنتشر الى السطح ثم اه يعني تختفي. الان هذا اسمه البوينينج. طيب البوينينج بوينج درجة الغليان درجة الغليان هي is the temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the external atmospheric pressure exerted on the liquid. اذا هي درجة الحرارة اللي عندها الضغط البخاري للسائل يصبح يساوي الضغط الواقع عليه. الضغط الواقع عليه. طبعا في الغالب هو الاتموسفيريكي لكن هي في الشكل جنرال بنقول بنقول البيينج بوينج is the temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the external pressure exerted on the liquid. لكن لما انا بده اقول في عندي normal boiling point درجة حرارة درجة غلايان طبيعية. درجة الغلايان طبيعية معناها حقول انه الان بدي اصل الى سبعمية وستين ملي متر ملك لك. اذا انا حقول is the temperature at which liquid boils under a brush of seven hundred and sixty ملي متر ملك لك. يعني هي درجة الحرارة اللي عندها درجة غلايان السائل تحت آآ تاثير ضغط الجوي اللي هو سبعمية وستين ملي متر ملك لك. اذا هذه بسميها normal boiling point. normal boiling point. طيب ال conditions that affect boiling point. يعني ما هي ال conditions اللي بتأثر على درجة الغلايان. ايش هي الظروف اللي بتأثر على درجة الغلايان. طبعا درجة الغلايان ممكن تتأثر بالعديد من الظروف. المثلا الارتفاع عن سطح البحر. يعني زي مثلا واحد في منطقة جبلية. انت في منطقة جبلية معناه انت بترتفع عن سطح البحر. اذا تغيرت عندك ال conditions. تغيرت عندك ال conditions. مثلا لما نكون عندك حل الضغط. معناه تغير عندك ال conditions. يعني زاد الضغط فيها. تغير ال conditions. عشان هيك انه احنا بدنا نعرف الان يعني ايش العلاقة ايش العلاقة بين هذه ال conditions ودرجة الغلايان. اذا احنا بنقول the boiling point of liquid can be increased by increasing the external pressure. يعني لو زاد the external pressure بزيد the boiling point. بزيد the boiling point. كل انت ما بزود الضغط على سطح السائل. كل ما زادت ال boiling point. كل ما جللت الضغط عن سطح السائل. كل ما جلت درجة الغلايان. كل ما ده. وهذا الكلام طبعا مهم جدا وحنستفيد منه وحستفدنا منه في حياتنا العملية. مثلا لبرشر داخل الكوكر. داخل اللي هو حلة الضغط. الفودز كوك فاستر ان براشر كوكرز. الفودز كوك فاستر يعني الاطعمة بتستوي بشكل سريع. ان ايه. ان براشر كوكرز. بكوز. ده اليفيتد براشر كوزز ووتر تو بويل above. اذا في حالة الضغط انه لدرجة الغلايان تاعت الووتر بزيد عن المية درجة مقوية. ووجد انه في الحقيقة انه كل عشر درجات مقوية. كل عشر درجات مقوية. بنزيد عشر درجات مقوية. ايه. يعني كل احنا ما زودنا عشر درجات مئوية يعني لو زودنا من مية الى مية وعشرة معناه انه انا بدي اخفض المدة في عمليك الكوكينج الى النصف الى الهار نزلها الى النصف الا ايضا الا مثلا في الهوسبيتلز في المستشفيات عشان اعمل عملية العملية تعقيم للانسترومنت اعمل تعقيم للوندري في الاوتوكلافز معناه انه انا بدي يعني ازود الضغط عشان تزداد درجة الحرارة عشان تقتل البكتيريا الموجودة عشان تعمل دستروي اذا عشان تقتل البكتيريا عشان تقتل البكتيريا اذا احنا استفدنا منها في الكوكرز استفدنا منها في الهوسبيتلز في عمليات التعقيم السواء للاجهزة السواء للبلابس في الاوتوكلافز كل هذه الاشياء كل هذه الاشياء بتكون مهمة جدا حتى انه احنا ايش نعمل عملية قتل البكتيريا الضارة وهذا كله اعتمد على رفع رفع البرشر وبالتالي ترتفع معه اللي هي درجة الغليان لكن لو كان عندي انا مثلا بدي اعمل عملية حفظ لبعض الاغذية بدي اعمل حفظ لبعض الاغذية وهذه الاغذية لما انا بدي اعملها حفظ معناها بدي اتخلص من الماء الموجود في العصائر مثلا او بعض هذه الاغذية بتتخلص من الووتر اذا some of the water in fruit is boiled at reduced pressure اذا لو انا بدي مثلا الماء هتتبخر مثلا من السواء من الجوزز هادي اللي انا بدي احفظها عند 100 درجة مئوية طبعا عند 100 درجة مئوية ممكن نفس العصير يفسد يتكسر او المواد الموجودة فيه تتكسر وتفسد وتغير الطعم بتاعه اذا ايش اعمل اذا لازم انا اعمل اقلل الضغط الواقع على هذا العصير وبالتالي بأقل درجة غليان فبدالما يغلي مثلا عند 100 ممكن اخليه يغلي عن 30 درجة مئوية اذا يتبخر في هذه اللحظة مثلا عند 30 درجة مئوية والتالي انا حافظت بالتالي على المكونات بتاعة المادة الغدائية وحافظت على التاست بتاعة المادة الغدائية اذا احنا استفدنا منه في هذا الاتجاه تعال مثلا في المناطق العالية او المناطق المرتفعة هنا المادة الفود بينضج في زمن اطول بكثير من الزمن الطبيعي ليش لانه هنا في البرشر انخفض وبالتالي درجة الغليان انخفضت انخفضت درجة الغليان فعشان اي مادة الان نحطها في عملية الطهي هنا حنلاقي انها بدالما تغلي عند 100 مثلا غالت عند 90 وعشان اوصلها الى 100 درجة ماوية عايز درجات حرارة عايز وقود اكبر وبالتالي عايز زمن اطول اما في المناطق المنخفضة بلاقي انه المادة الغدائية سهلة الطهي او اسرع في عمليات الطهي لانه الضغط بكون عالي وبالتالي درجة الغليان بتكون عالية فتنضج المادة الغدائية بشكل سريع احنا الان هنشوف البيونيج واختلاف اللوكيشنز معو يعني نشوف مثلا هنا اللوكيشنز مثلا في ايفرست اللي هي قمة ايفرست حنلاقي قمة ايفرست بتساوي 29000 و28 متر 29000 متر 28 حنلاقي الاتموسفيرك براشر هنا المنط بتساوي 220 220 البوينيج بوينت كانت بتساوي 70 اذا القمم العالية بتنخفض درجة البوينيج بوينت الان تعال قمة اقل ارتفاعا حتلاقي ضغط 349 و79 طب تعال نيجي الديت فالي اللي هو في كاليفورنيا اللي هو الواد الميت اللي موجود في كاليفورنيا هو منخفض عن سطح البحر 282 قدم منخفض 282 قدم عن سطح البحر لاحظ الان درجة الغاليان صارت 770 درجة الضغط البخاري عفوا 770 ودرجة الغاليان صارت 104 من 10 درجة غاليان صارت 104 من 10 اذا كل ما ارتفعنا الى اعلى بتقل درجة الغاليان وكلما نزلنا تحت السطح او نزلنا اقل في الارتفاع بتنخفض درجة حرارة بشكل واضح وملحوم الان لو احنا قارننا بين البراشر كوكارز سيتينجز اديشن البراشر بيوند اتموسفيريك اي بي اوفر انش سكوير يعني الباوند على اللي هو الانش السكوير اذا هنا خمس باوند على الانش البراشر هو خمس باوند على الانش هنا البراشر عشر باوند هنا خمس عشر باوند لما انا اخذت ضغط الموجود عندي اعلى من الضغط البخاري بخمس لقيت الانتيرنال براشر في الكوكارز وجدت البراشر داخل الكوكارز الحل وجدتها بساوي واحد واربعة وثلاثين من مية البوينج كانت بساوي مية وتمانية لما انا زودت الضغط هنا الى عشرة صار الانتيرنال براشر داخل الحلة بساوي واحد وثمانية وستين من مية اذا درجة الغليان صارت مية وستاش لما صار خمس عشر باوند اوبر انش سكوير صار بالساوي الانتيرنال براشر داخل حلة الضغط اثنين واثنين من مية اي درجة الحرارة زادت بمقدار مية وواحد وعشرين درجة مقوية وهذا اللي بيخلي انه الاشياء داخل اللي هو حلة الضغط تنضج بسرعة عنها في غيرها في درجة الحرارة العادي الان بدينا اتكلم عن الانتر موليكلر طبعا الانتر موليكلر فورس في اللي هي العبارة عن الروابط الموجودة بين الجزيئات احنا طبعا الروابط هي نوعين من الروابط في عندي روابط اسمها انتر موليكلر فورس وفي انتر موليكلر فورس وهذا طبعا بتأثر على درجة الغلايان ودرجة الغلايان ممكن تلاقيها zero وممكن تلاقيها أقل من zero وممكن تلاقيها عالية جدا درجات الغلايان اذا درجات الغلايان بتختلف طبعا بتختلف ليه بتختلف بسبب الانتر موليكلر فورس الموجودة اذا بتختلف حسب قوة الترابط الموجودة بين الجزئات اذا كانت قوة الترابط بين الجزئات بين الموليكلر يعني الانتر موليكلر فورس هي قوة تجاذب that acts between الموليكل and other موليكلر يعني هي قوة تجاذب بين الجزئات المختلفة يعني بين جزئ وجزئ اخر بنلاقي في قوة تجاذب موجودة بين هذه الجزئات هذا الانتر موليكلر فورس الانتر موليكلر فورس هي عبارة عن القوة الموجودة within موليكل داخل الجزئة وهذه اللي بتكون عبارة عن ثرو كيميكل بونتز اللي هي الانترا الانترا بتكون ثرو كيميكل بونتز الان انا بدي اتكلم عن الانتر موليكلر فورس اللي هي بين الجزئات ال بين الجزئات في عندي انا مجموعة من القوة وال الاصل فيها ثلاث قوة هذه القوة الموجودة بين الجزئات طيب الضيبول دايبول انترا معناها انه العلاقة القطبية القطبية بين الجزئة والجزئة اخر انه يكون علاقة قطبية طيب هو العلاقة القطبية خلينا ناخد مثال على ذلك مثلا لو اخذنا المونو الكلورين منوفلورايد هاي الكلورين منوفلورايد الكلورين منوفلورايد هو بيعتمد على الدايبول دايبول يعني الجزئين كل واحد بيكون مشحون يعني مثلا خد هذا احد الجزئين اللي هو منو او الكلورين منوفلورايد الكلورين منوفلورايد مع جزئ اخر كلورين منو فلورايد الفلور طبعا اللي هو مور كهرو سالبي اكثر مور الكترو نيكاتيف عن الكلور اذا حيحمل شحنة سالبة والكلور حيحمل الشحنة الموجبة اذا الشحنة الموجبة حتنجذب الى الشحنة السالبة في الفلور في الجزء الثاني والشحنة الموجبة للكلور حتنجذب الى الفلور في الجزء الاخر اذا حيصير في تبادل في قوة التجادب بين هذه الجزئات زي ما هو موضح النيكاتف والبوسيتف هذه هي اللي تسببت في دايبول دايبول انتر اكشن يعني الجزئ مع الجزئ الاخر هنلاقي الاثنين مشحنين هنلاقي الاثنين منهم هنلاقي الاثنين مشحنين في شحنة اللي هي سالبة وشحنة موجبة وهذه بتعمل قوة ترابط بين الجزئات في عندي نوع اخر اللي هو الهيدروجين بوندس طب ما هو الهيدروجين بوندس هو برضو دايبول دايبول انتر اكشن نفس العملية طب ما هو ايش اختلف عن الاول هو نوع من الاول لكن هو يوجول استرونج يوجول استرونج دايبول دايبول انتر اكشن بيحصل هذا ما بين الهيدروجين وما بين اي ذرة صغيرة الحجم والالكترونيكاتف بتاعتها عالية. آآ هذا وجد في ثلاث ذرات ممكن تعمل هيدروجين بوند اللي هو الفلورين والاكسوجين والنيتروجين. يعني الهيدروجين بتحصل ما بين اما هيدروجين وفلور ما بين هيدروجين و اكسوجين ما بين هيدروجين ونيتروجين بس فقط. لكن ما تحصلش مع كلهم ليش? لانه اول شيء انه لازم تكون هذه الظرات صغيرة. الشيء الثاني بتاعتها هتكون برضو عالية. ويكون فيها نن بوندنج الكترونز. يكون فيها نن بوندنج الكترونز يعني الكترونات غير مشاركة في الرابطة. عشان تعمل جاذبية هذه الالكترونات مع الـ هيدروجين آين الـ هيدروجين طبعاً نحن بنسميه نيوكلياس لأنه الالكترونات الالكترونات الوحيد الموجود فيه شارك في الرابطة هيها شارك في رابطة إذا لم يضلش عليه الالكترونات إذن وكأنه هو عبارة عن نيوكلياس عبارة عن شحنة موجبة إذن لما يجي الفلور اللي هو يحمل شحنة سالبة عليه إذن هيصير في عندي هنا على الـ وحيصير بينهم قوة تجاذب هذه القوة نحن بنسميها الرابطة الهيدروجينية وهذا حصل ما بين الهيدروجين ووكسجين والهيدروجين والنيتروجين كل هذول اللي نحن شايفينهم العناصر كلها تحتوي على إلكترون تحتوي على الإلكترون وحتلاحظ هذا الكلام موجود هنا مثلاً هذا مثلاً جزء هاي الأكسجين هيدروجين هيدروجين الأكسجين عليه زوجين من الإلكترونات غير المشاركة هاي هذا الجزء بيحصل تجاذب مع الهيدروجين تاع جزء آخر من الماء وأيضاً الهيدروجين من هذا الجزء مع جزء آخر من الماء أيضاً عن طريق اللي هو الأزواج الإلكترونات غير المشاركة الموجودة على الأكسجين وبالتالي بتلاقي هناك فيه ترابط بين وحدات الماء في سلاسل مور كومبليكس وعشان هيك بنلاقي درجة الحرارة للمواد اللي فيها الرابط الهيدروجيني نلاقي درجة الحرارة تعدها عالية بسبب القوة الترابط في الهيدروجين بوند الموجودة ما بين هذه الجزءات ما هي إذن ما هي الهيدروجين بوند إذن الهيدروجين بوند هنا هي عبارة عن بساطة جديدة عبارة عن extra strong dipole dipole interactions between hydrogen atom covalently bond too small very electronegative atom زي الفلور زي الناية الوكسجين والنايدروجين اللي عليها لون بير of electrons and another small very electronegative atom اللي هي نفس اللي هي الفلور أو الوكسجين أو النيتروجين حنلاقي الهيدروجين بوند هذا موجود فقط في هذه الأنواع لكن لو مثلا خلينا نشوف أمثلة على هذا الأمر أو مثال مثلا indicate whether hydrogen bonding should occur between two molecules of each of the following substances من اللي في هدولة كلهن له hydrogen bond من فيهم له hydrogen bond طبعا الآن احنا هنجتهد وحنشوف وين hydrogen bond موجود لو شوفنا الأول هل يترى فيه hydrogen bond الإيثاية الأمين الإيثاية الأمين فيه هنا زوج من الإلكتروجين غير مشاركة هي في النيتروجين طب ممكن يعمل مع جزء آخر هيدروجين bond ممكن يعمل مع جزء آخر هيدروجين بون بنقول آه ممكن ليه لأنه الجزء الآخر فيه هيدروجين وهذا النيتروجين عليه زوج النيتروجين وما بين الهيدروجين في الجزء الآخر إذن ممكن يحصل طيب تعال نخذ مثلا الميثايل الكحول الميثايل الكحول ممكن يحصل هيدروجين بون مع جزء آخر زيه أو مع الماء أو غير ممكن ليه لأنه الميثايل الميثايل الكحول موجود هنا فيه ايش فيه اكسجين والاكسجين هذا عليه زوجين من الالكترونات غير المشاركة ممكن يرتبط مع جزء آخر ما بين الأزواج الالكترونية مع الهيدروجين من الجزء الآخر ويتكون أيضا هيدروجين بون طيب في الحالة الثالثة هل ممكن يحصل هذا الكلام هتلاحظ انه هذا الكلام مش ممكن يسير مش ممكن يسير ليش لأنه هنا الاكسجين هذا مش مرتبط بهيدروجين مباشرة هنا النيتروجين يرتبط بهيدروجين مباشرة الاكسجين يرتبط بهيدروجين مباشرة لكن هنا الاكسجين مش مرتبط بهيدروجين مباشر حوالي مرتبط بكاربون كاربون وبالتالي لا يمكن ان يحصل اللي هو هيدروجين بون اذا بنقول هيدروجين بون شود اكير بكوز ان اتش خلاص التاني برضو كأنه يكون هذا تكون بالحضور بسبب السبب بسبب أخرى الثالثة يجب أن يكون بسبب أخرى إنه لا يوجد نه وما فيش وما فيش فه ما بين الجزائر إذن هنا لا يمكن أن يكون أخرى تعالوا هل ممكن هذا يكون هيدروجين بوند بنقول ايش الاولاني نو لانه ما فيش ما فيش هيدروج المرتبطة معه فلور مفيش هيدروجين هذا ممكن لانه فيه هيدروجين طب هنا بش ممكن لانه ما فيش هيدروجين مرتبط بالاكسوجين اذا الاول نو ايه البي يس السي نو هيدروجين ايز البرزان بط تز اتاك تو كاربون اتم مرتبط بس الاكسوجين بالكاربون اتم وهذه طبعا امثلة على ارتباط الهيدروجين مع الفلور وهي الهيدروجين وهي الفلور الفلور عليه ثلاث ازواج من اكترونات غير مشاركة اذا هيرتبط مع الاكسوجين مكون هيدروجين بوند بين برضو بين الامونيا والامونيا نفس العملية الهيدروجين عليه زوج من اكترونات والجزء اخر موجود فيه هيدروجين اذا ممكن يرتبط امونيا امونيا ممكن الهيدروجين فلورايد مع الووتر برضو نفس العملية هاي الهيدروجين فلورايد مع الووتر اللي هنا هتلاقي الاكسوجين هنا موجود زي زوجين ميلكترونات والهيدروجين فلورايد هاي الهيدروجين وصار هنا في رابطة الامونيا والووتر نفس العملية والووتر امونيا كل هذه المركبات ممكن يحصل فيها هيدروجين بونت إذن لما نحن عشان نتأكد من العملية هذه مثلا إحنا قلنا الأكسوجين طبعا هو أتوم الأكسوجين طبعا هو الأكسوجين موجود في المجموعة السادسة الأكسوجين موجود في المجموعة السادسة طبعا هو موجود أيضا في المجموعة السادسة أيضا الكبريت وممكن تحد مع الهيدروجين في هيدروجين سيانايد هيدروجين الصالفايد وفيه عندي في نفس المجموعة السيرينيوم وفيه عندي في نفس المجموعة الليريوم إذن لما نحن عملنا الدراسة على المركبات هذه وكلها طبعا نفس المجموعة تحت الأكسوجين ومتحدة بنفس الهيدروجين معنى ذلك أنه لازم يكون في تصورنا أنه درجة الغليان بتاعت هذه المواد كلها درجة غليانها عالية زي الماء درجة غليان ومية إذن الآن الجروب 6A أكسوجين كيبريت سلينيام تليريام لقينا أنه مثلا مع التليريام درجة الغليان ناقص 2.2 من 10 طيب تمام مع السلينيام درجة الغليان نقصت كمان صارت ناقص 41.3 من 10 كلما بننزل مثلا كلما بنصعد الكيبريت مثلا ناقص 60.3 من 10 طيب معنى الأكسوجين حيجي على امتدادهم بالتأكيد إذن حيكون ناقص 80 درجة ماءوية لكن في الحقيقة هو باش 80 هو 100 درجة ماءوية في الطبيعة على أرض الواقع طيب إيش السبب؟ قالوا السبب اللي هو تكوين الروابط الهيدروجينية الهيدروجين بونت الهيدروجين بونت ولمع سرين وعلى ماءات ليريام وبالتالي لاحظ أنه الهيدروجين بونت هذه رفعت درجة الغلايا للماء في حدود 180 درجة ماءوية عن المتوقع يعني ناقص 80 والمية صارت 180 درجة ماءوية الآخر شيء اللي هو اللندن فورسز وهي طبعا هذه قوة لندن اكتشفها عالم بريطاني وقال أنه اللندن فورسز is a weak temporary inter molecular forces that occurs between an atom or molecule سواء كان بولر or non بولر and another atom or molecule سواء بولر أو كان نان بولر إذن معنى ذلك أنه هذه الرابطة من صفاتها إنها بتكون موجودة بين جميع الجزئات سواء بين ذرة وجزئ أو ذرة وذرة أو بين جزئ وجزئ أو بين ذرة وجزئ وهكذا بتكون موجودة بين الجميع سواء كان هذا الجزئ مستقطب أو غير مستقطب سواء كان مستقطب أو غير مستقطب أو الجزئ الثاني سواء كان مستقطب أو غير مستقطب بيكون في بينهم لندن فورسز وهذه لندن فورسز بتكون تيمبوريري وبتكون ضعيفة إذن بتكون مؤقتة وبتكون ضعيفة جدا هذه الروابط تكون ضعيفة إذن هذه الرابطة بنلاقيها الويك وبنلاقيها إذن هي the weakest إذن the third type اللي هي لندن فورسز هذه النوع الثالث من انتر مولكرا فورسز وهي and the weakest يعني أضعف رابطة موجودة أضعف رابطة موجودة تكون رابطة مؤقتة وبتنتج نتيجة لإيه لحظة الآن إحنا لما نيجي نبينها مثلا هاي لندن فورسز هنا جزئ الهيدروجين ومع جزئ الهيدروجين هذا جزئ مش مستقطة بهذه الأجزاء مش مستقطة بالجزئين هذول اللي حصل إنه أحد الجزئين صار داخله استقطاب يعني صار أحد الضرتين في الهيدروجين بشكل مؤقت جدا إنه هنا صار عليه delta positive charge والهيدروجين الثاني صار عليها delta negative charge الآن هذا حيعمل استحتات اللي هو يحفز اللي هي الجزئ الجنبو اللي تاني إذن لما نعمل استحتات إله إذن حينشأ هنا مدام شحنة موجبة حينشأ على الجزئ الجنبو شحنة سالبة واحد طرف الثاني شحنة موجبة وهكذا وهذا حتختفي بسرعة لكن لما تكونت هذه سمناها induced بارشيال negative charge يعني عملية استحتات صارت من هذا الجزئ من الهيدروجين على الجزئ الآخر وبهذه المعلومة سنكون هنا انتهينا من هذا الجزء من شبطر 7 وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في درس آخر نتحدث فيه بمشية الله عن شبطر 8 نهاية اشتركوا في القناة